مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم بساحة اليوم انتقد الألمي سمير الوافي تلقي رئيس الجمهورية التونسي 500 تلقيح مضاد فيروس كورونا من الإمارات وكتب الوافي في تدوين على الفيسبوك عادي جدا ترسل دولة ثالية هدية من هذا النوع إلى دولة أخرى وقد حدث ذلك كثيرا وهدية موجهة إلى رموز الدولة في المناصب العالية الحساسة ليلقحوا وهذا أيضا عادي لأنه من ضروريات الأمن القومي لكن الغير عادي هو التعتيم على ذلك وعدم الأعلان عنه بل تم ذلك تحت الضغط من طرف مؤسسات سيادية ترفع الشعرات الشفافة والمصدقية والنزهة وتقدم الدروس لغيرها في ذلك وليحق لها ارتكاب أي سقطة إخلاقية من هذا النوع ومبرراتها الحالية ليست مقنعة لأنها محاولات لتفادي الشبهة بعد أن أجبرها الضغط على كشف الحقيق وشدد سمير الوافي على أن تلقيح الحاكم قبل الشاب حتى بفضل هدية خارجية أمر غير أخلاقي لأنهم قصروا في حق توفير التلقيح للناس الذين توفي منهم ثمانين ألف تونسي وفشلوا حتى في الاقتداء بدول أضعف وأصغر وأفقر من ترجمة نانسي قنقر